بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السادس من الفصل الرابع لمكرر هندسة البرمجيات في الجزء ده جماعة إن شاء الله نتكلم عن موضوع اسمه non-functional requirements أو المتطلبات اللاوظيفية طيب تعالوا مع بعض كده نقرأ العنوان سوا بنقول non-functional requirements أو المتطلبات اللاوظيفية وده مقصود بها يا جماعة مقصود بها إن هو متطلب ولكن ليس من وظفة النظام ولكن موجوده مهم جداً زي إيه هديك مثال زي response type يعني رد فعل النظام بمعنى إيه رد فعله واستجابته بمعنى يعني هديك مثال لو عندنا مثلا النظام الاسمه نظام المخازن من أهم الـ functions الأساسية لنظام المخازن اللي هي متابعة في المخزون البضائع اللي داخلها في المخزن ولا خارجة منه ونشوف إيه البضائع اللي داخلت والبضائع اللي خارجت مش كده وكمان الـ expire date والـ production date لكل إيه لكل منتج دي وظيفة أساسية طيب لنفرل بقى وانت قاعد إيه بتشتغل على النظام ادوته أمر للمتابعة وأمر إيه يستعرض الـ products اللي داخلت المخزون في المخزن عندك وفجأة لقيت إن النظام عندك بديك الـ data ديه بعد مثلاً تاربعة ساعات إيه رأيك تاربعة ساعات يعني إيه يعني يكون الدنيا كلها إيه خلصت بقى يكون مثلاً المخزون دخل وخرج وأنت لسه مستني مش كده ولا إيه جميل إذن عايز أقول لك من النقطة دي يا جماعة إن مثلاً روز بونس طايم هنا مهم جداً رد فعلاً النظام مهم جداً طيب ريلابيلت المرونة يعني إيه يكون مرن يكون النظام اللي زي مثلاً زي ما اتفقنا كده الاستجابة والمرونة طيب يا جماعة تعال نقرأ مع بعض كده زي دفاين ها سيستم بروبيراتيز and كونسترينز ها زي ايه زي زي الريلابيليتي والرسبونس طايم والستوريج ريكوارمنتز والكنسترينز والدفايس كابابيليتي والسيستم ريبريزنتيشنز جميل يبقى إذن كل دي حاجات يا جماعة مهمة جداً حتى تمثيل النظام حتى تمثيل النظام حتى مهمة للنظام عن الفونكشن ريكوارمنتز كمان ليه افرض النظام زي ما قلت لك بتاعه مش كتير مش كبير يعني ممكن يقعد فترة زمانية عالي عمال ما يرد عليك عمال ما يرد عليك عمال ما يرد على الداتة اللي انت مدخلها ويخرج لك الاوبوت اذا اصبح يوزلس او بلا فائد طب تعالوا نشوف مع بعض نستعرض الايه التيبس انواع النون فونكشن ريكوارمنتز المطلبات اللاوظيفية فيه ثلاث انواع اساسية ENTRR ليه هما البرودبلدرجریكوارمنتز الارجانيزيشنال الكوارمنتز والاكستيرنا الكاورمتز نولدة اجزاء اساسيهة كل جزء منهم بينقاسم العدد من الانواع نمسك مع بعض البرودب تلقايز ونشوف الانواع الفراعيه اللي منها يزابليتيacjeين fiardi is a few work they're in power to the right of business وخلي بالك بقي الافيشهنسي كمان عندك بتنقسم البرفورمانس وولو استبيس طبعا نحن بنستعرض الاجزاء ديت وهنقولها ان شاء الله في المحاضرات الجا Swami طيب بالنسبة بنقول ان احنا عندنا تلاتة اجزاء اساسية اللي هي الانفيرومنتال اوبراشنال والديفلوبمنت طيب بالنسبة الاكسترنال عندنا برضو اجزاء اساسية هما تلاتة اساسية ومعالي كده بيتفرع من رقم تلاتة جزئين هنقول مع بعض الاكسترنال ركوارمنتز ريجولاليتي اثيكال لجزيليتف والليجزيليتف هنقصب عندك الجزئين اكاونتنج وسيفتي وسيكورتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته